صباح و اهلا وسهلا على الكنال. اليوم بدأت تحدث معكم عن الساعة جديدة التي اشت من سامسون اعلنوا عنها بالانباكت من كم يوم. اسمها الجالكسي واتش 3. هذه الساعة ستكون احسن شيء و اجدد شيء موجود منهم و اقدرت انا اجيب واحدة منهم هون بالبيت. الآن ما عندي LTE عندي الواي فاي بس معنى تستعملوها على البلوتوث. لكن المميزات يكونوا نفس الشيء الفرق الوحيد يمكننا استعمال الساعة بال LTE اذا بدنا نجيب الموديل هيدا. يلا انا طارق شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا اشتراك على الكنال. خلينا منضيع وقت. خلينا نتحدث عن الجالكسي واتش 3. اعملوا لايك و سجلوا على الكنال حتى دائما تعرفوا لما نزلكوا فيديوات جديدة. و قدنا كم ساعة هنا بدي فرشيكم نعمل مقارنة بينيهم. اول شيء ثلاث ساعات الموجودين على الشمال هذه السامسون والساعات. الجيري اس 3 الجالكسي واتش والجالكسي واتش 3. ثلاث كمان قلت فيه الجيرف 2 اللي نزلوها السامسين الماضي لما اخذوا منها هذه البرامة التي توجد على الشاشة و رجعوها خاصة مع الجالكسي واتش 3. اللي بالنصر هوني موجود عندي تيك واتش برو. موجود عليها 1 جيجا فرام و 4 جيجا فتورج. وهذه حلاوات لدينا شاشتين. الشاشة اللي شفناها أول شيء يأتيها بس لونين. والشاشة اللي من نوني التي تأتي تحتها. عندما تطفر ترجع من دور هذه الساعة ساعة تقدر تضيين مدة طويلة. البلوتوث اللي نستعملون. و كمان عندهم نوع تاني بيستعملون مع LTE إذا نستعملون وحط فيهم E-SIM موجودة فيها. اخر شيء موجودين على اليمين هوني مثل ما تركنوا الواوي واتش GT و GT 2. هؤلاء هؤلاء معمولين مثل كالفتنس تركرز. مثل اللي بيجوا عادة البانز على ايدنا. ما فينا نرد على المساجات التي تجرى هون. ما فينا حتى ننزل تطبيقات عليهم. ولا حتى نغير الواتش فايس اللي موجودين عليهم غير اللي هنا موجودين بقلب التطبيق اللي اجي منهم واوي. عشان هي كابلكم ان هؤلاء هؤلاء بيستعملون شكل مثل الساعة. بس استعمالهم مثل الفتنس تركر. بس مثل ما قدركم شكلهم منيح وعندهم الواتش فايس منيح نقدر نستعملهم. بس الكمية اللي عمنا هوني قليل كتير. اول شيء بنا نبدأ نعمل مقارنة بين الجالاكسي واتش 3 والجير فت 2 اللي اجي تناسل السنة الماضية. مثل ما عم تشوفوا بالفيديو. الاول شيء اغيروه من السنة الماضية لها السنة انه رجعونا هذه البرايمة التي تجي على الشاشة. السنة الماضية كان لازم بس ديجيتل. نحط اصبعنا على البرايمة من بره ومنبرم حوالها للشاشة. وساعة منقلب من عدة صفحات الموجودين داخلها. الحلاوي فيها هون انه رجعونا وترجعو نقبل نبرمها بأيدنا. عندها تقرب حركة واحدة انه كبسة 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 كلمة منقلبها. اثنينياتهم عندهم زران. اثنينياتهم عندهم سبيكر منتحر وفينا نستعمل سامسون تاي اثنينياتهم. والحلاوي فيها انه الاستعمال بيكون معمول مضبوط. نستعمل الوار اف والسامسون تاي والسامسون هيلث. سنسيطر على كلها تثنينياتهم الساعتين. ولكن عندما نظهر على الساعات الثانية الموجودين اللي عندهم الديجيتل كراون. هذه البرايمة اللي تموجودة هون نقدر نقل فيها. منشوف انه من كم سنة اول ما نزلوها هذه الجير اس 3. اول ساعة نزلوها. أنا الآن مني مسكرة مضبطة على التليفون. ولكن كما تشاهدون نفس الشيء. لدينا السماعة للسبيكر. لدينا الميكروفون موجود هنا. لدينا كابستين للزرار. و لدينا البرايمة موجودة لفوق. لدينا نغير كمان الإيدان للساعة هون. نغيره مثل ما بدنا. من غير ما نستعمل أي مكانها. ولكن من نكوس الزر و نسحبها. إذا تلاحظوا هون انه الساعة الموجودة هون. الساعة جديدة من سامسون. أنا مركب واحدة للساعة من واو جي تي. هذه الموجودة هون. لذلك كما تشاهدونها. لأنه بقلب العلبي لما أجبتها. نفرجيكم الآن ما يأتي بالعلب. العلبي يأتي كثير كثير منيح. يأتي بقلب العلبي فقط. بسيطة للتليفون. يأتي بقلب العلبي فقط الساعة. مثل ما تشاهدونها هنا. و لدينا المسكرة الجلدة. الشجور يأتي مثل الغير في الثوء. من وصله إلى هنا. و لدينا فقط كتابة نستطيع أن نشاهده. لا يوجد الكثير من الغير في قلب العلبي. ولكن بالنسبة لقالي. إذا أريد أن أستعمل هذه الساعة و أركض فيها. و أعمل رياضة و أتصبح و أعمل كما أريد. لا يمكنني أن أستعملها. و أستعمل إيد الجلد الذي أعطيته ليها في العلبي. الجلد هذا الجلد أصلي. سنضعه بالماء والفلورين و كل هذه الأشياء. سينتزع بسرعة. لذلك يجعل هذه الأشياء إلى الظهرات في الليل. لما أريد أعمل شغلة إذا نظهر مع العلبي أو شيء. و الآن سنستعمل الساعة مع الإيد الجلد. يمكننا أن نغييرها كما أريدها. و تأخذ الكبس هنا و تغييرها. هذه هي الحلوة فيها. الساعة الثانية للغالاكسي واتش. كلهم لديهم زرين. كلهم لديهم سبيكر و السنسور من تحت. و كلهم يمكننا أن نغيير الإيد من هنا. الشغلة التي تغييرها في الزهرات في الزهرات. لا يوجد سنسور أخرى. هنا بدأت تغييرها. كما رأيتها صغيرة. لأن هذه في الماضي أدفع مصاري إلى سامسون. لأن هذا الإزاز ينكسر. و يسبب الحرارة من إيدنا. هذه الشغلة لم يكن نحب الديزاين. هنا تظبطوها. حدث أن يكون قطعة صغيرة بلاستيك. و هنا يعمل الإزاز. وهذه شكلها مضبوط مثل ما هي. مثل على الجير فتو من السمي الماضي من تحت. الزرار هنا تستطيع أن تسيطر عليها. كما تقلبه بين عدة صفحات. المميزات للساعة هي 1.4 إنش. الموجود هنا. لدينا جيجو رام الموجود في قلبه. المميزات الموجودة على أكسينوس 9110. يعني 9110. البطارية هنا 340 ميلي أمبير. لدينا ميل سبك 810 جي. يعني إذا ضربت لا تنتزع. و لدينا أيضا IP68. يعني إذن نزل بالبركة. نتسبح فيها. نستعملها. و لذلك تستطيع أن تضعها تقريبا لمدة 30 إيه بالماء. لكن يفضل أن لا تضعها بماء البحر. الماء البسين تكون أحسن. لأنه تكون ننظف وما فيها مرحة. لأنه نستطيع أن نسيطر على هذه الساعة ونضبط عدة تقريبا منها. أول شيء إذا كبستت وضعت إصبعي على هذا الزر هنا يمكننا نغير الواتش فيها. و ليس فقط. لا يمكننا أن نشاركة إليه بالماء. أخرى يمكننا أن نقوم بباوزات كما يسمى هؤلاء. إذا كنت نغيرها نستطيع أن نقبس عليهم. والأيضا فيها إذا كبستت الكبس فيها. يمكننا أن نغير محلهم. أكبسها وزيها من محلها. وضع مطرح ما أريدها. ويمكننا نعمل عدة شغلات كمان قدر نسيطل، ايمون و نديد شغلات زيادة. مثل ما عم تشوفون هون هذا الواتش فايس الموجودة غريب من الابليكيشن الموجودة هون لما كنت عم بلعب موسيقى. هلا، على التليفون لازم ننزل ثلاث تطبيقات. أول تطبيق هكون الوير، هيدا يسموها الوير التطبيق منه لسامسون. مثل ما تشوفوا بتشوفوا الساعة، هذه الشارج تبع البطارية الموجودة هون 62% تقريبا نهار وخمس ساعات و13 دقائق. يمكننا نضبط كل الواتش ونسوف أي واحدة حتى بقعنا نوتيفكيشن على الساعة. وهذا بسبب انه من قدر نستعمل الساعة لنرد على الواتش. بيكون الفرق كبير بينها وبين الواوي واتش. الواوي واتش بتقدر يجيها الواتش بس ما من قدر نرد على أي شيء، وغير هيك ما دائما بيجينا الواتش مع كل التطبيقات. يمكننا نضبطه نعمل مثل ما بدنا نفوتر جواه. يمكننا نضبط ونرغل الواتش. معناه إذا حدا نتصل فينا وما نقدر نرد عليه، يمكننا نبعد مساج ضغري من الساعة ونقول له نعم أو لا شيء، إذا عندهم سؤال هكذا نرد عليهم. غير هيك ما دائما نضبطهن نغير موقان ونزيد ونضع عدة شغلات فيهن. الحالي هو في أن نقدر نضبط هذا الواتش. الواتش معناه فينا نفوت هون، هليني نفرجيكم هون، نعمل الري أوردر، نغير الصفحات بيناتهم ونزيح من التطبيق موجود، رغم أن نضبطه على الساعة، يمكننا نقوم بعمله على الشاشة هون أكبر، لا تعرف ما معنا مضبوط. يمكننا نقوم بعمل عدة تطبيقات، وعلى التطبيقات، والكيبورد ساتن، أيضا موجود بقلبهن هون. الواتش هؤلاء اللي أخبرتكم من قبل، مثل ما قلتكم، نعمل ما بدناها، مثلا الموسيقى موجودة أول شيء، يمكننا أن نقوم بزيحة لفوق، بعمل ساعة لفوق، بعمل ساعة، هذه معناته، المرتين لما بعملها ساعة هنا، نرجع بنعمل هون، نرى أن الطقس يأتي أول شيء، بعدها تأتي الموسيقى، وإذا أريد أن تقلبها، بجرع بفوت هنا، بعمل الساعة الموسيقى، بحطها لفوق، بعمل ساعة، بروح على هون، نعطيها ثاني فقط لتعمل الساعة، وبعدها تخلص، ترى أن الموسيقى تأتي أول شيء، ونزبطوها مثل ما بدكم، ونزبط الصوت، ونزبط للصاعة، نقوم بعمل الساعة، ونزبط، 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 ونزبط عدة شغلات على شاشة تحديدها، يأتي تأخذ وقت لتنظف، وإذا أريد أن ندور، تفتح آخر أب موجودة، ونزبط، ونزبط، والسايل جيداً، مثلاً، إذا نظر التبعية الطقس، ونرى أن تغيرها، يرى كيفية تغير التبعية. يمكننا أن نجعلها عادة، أما نجعلها نغيرها مثل ما بدنا، ونزبط موجودة هنا بشكل رهيب. تحت الأدفانس، لدينا عدة شغلات زيادة أيضاً، يمكننا أن نقوم بعمل التبعية، ونزبط، ونزبط، إذا كبست كبستان، دعنا نذهب إلى البيت، كبستان موجودة، يأخذني على بيكسبي، وإذا كبست، وضلعتني هنا، كيف يبدو اليوم؟ تقدر تعطينا التقص بالشيء، العليا لا تنشي باللغة العربية، فقط تعمل بالانجليزية، يمكننا أن نساعدها، لأن نوقف الاستعمال الشاشي، أما الزرار عليها لانتسماعها، ونستعملها بالماء، ستساعدنا لأنه عندما نطفل الواترلوك، مثلاً، نفتحها من فوق، نقوم بعمل الصوت بالسبيكر، حتى تدفش كل الماء منه للسبيكر، يقبس هنا، يقبس الزرار الماشي، وهذه تساعدنا، كما قلت لكم، إذا كنت تستعملوها بالبركة، أو شغلة هيك، تستطيع أن تنفخ كل الماء من السماعة، حتى لا يقعد هناك، وتأذل الساعة تريدها. آخر شيء، يوجد لدينا، بلغة العربية، والثياتر، وهناك أيضاً، نقوم بعمل الصوت، وهذه الموجودة لفوق، كل الزرار الموجودة لفوق، يجب عليكم إلى هنا، يمكننا أن نزيد، يمكننا أن نغير الموضوع، وإذا كنت تزيد، تزيد الشغلات الزيادة، يمكنكم أن تضبطوها، مثل ما رأيتنا، أيضاً، ونستطيع أن نستعمل سامسون تاي موجودة هنا، جميعاً، وهناك أيضاً، وهناك أيضاً، ونزيد موسيقى، وصور، وإذا كنت تزيد، تنزيد دغري عليها، وعندنا 8 جيجا بايت موجودة للساعة، تقريباً، أربعة جيجا بايت منهم، نستطيع أن نستعملهم، الباقي كله موجودة فقط للساعة، ونستطيع أن نستعمل كبيراً، سنستعمل SOS، لدينا شيء جديد على هذه الساعة، وهناك أيضاً، لأن تستطيع أن تعرف إذا كانت نقضي، وصورنا، إذا أحدنا وقعنا بالغلاط، يمكنكم أن تقوم بها، لدينا ذلك، وموضوعي لساعة ومساعدة، وموضوعي لساعة، لدينا نقلل، بلساعدة موجودة، لساعة، إذا كان لدينا أحداً، أو موضوعي لساعة، لساعة، غير هيك كمان مثل ما قلت لكم فينا نزيد ال find my watch بنقدر نلاقيها. ال general بنقدر ضبط الكيبورد تبعها. ال settings اللغة تعيتنا ال refresh وقد بتقدر تمشي مزبوط هين كتير. تضبط بيكس بي حتى samson pay. والحالة يوجد في السامسون pay هيدا السامسون pay غير الموجود على تليفونياتنا. مثلا اذا عنا تليفون سامسون ولا وان بلس ولا شاومي كله هيمشي مزبوط معكم. بس بتكون تنزله samson pay تعيت الساعة وبتمشي معكم مزبوط. كمان بدنا نزل السامسون health حتى نقدر نشوف كل الارقام تعيتنا المشي والنوم وكل هيدا موجودة فيها. تحت هون نقدر نزل الحساب تبعنا والباك اوب تبعنا حتى لا سمح الله صار شي للساعة بنا نبدلها. كينا نجيب واحدة مرجع من ننزلها. كمان فينا نشوف اذا في عنا تجديد عليه للتليفون. اخر شي كمان فينا نطلع على عدة watch faces نقدر نزلهم. فينا ننزل عدة watch faces من ال app store تبع على السامسون. فينا كمان نزل تطبيقات utility entertainment spotify فينا نزل بيجينا كمان مع فينا نستعملها. فينا ننزل عدة شغلات جديدة. كل الشغلات هذه حلوة كثير وعننا customization موجودة على الساعة كثير. واخر شي كمان قدر نستعملها مع السامسون health حتى تشوفوا كل ال steps تعيتكم. اذا كمان بدكم تشوفوا كيف النوم تبعكم فتقدروا تشوفوا المعلومات تعيدكم. مثل ما ترون الشغل الجديدة بس هو ECG والSync تبع هون تنيناتها لما نستعمل التليفون تبعا على التليفزيون لنعمل التمرين مع السامسون health. بعد ما اجيت عليها للساعة وحتاجي قريبا ان شاء الله بالمستقبل. كل هذه الشغلات موجودة حلوة. الساعة منيحة البطارية ضيانة على القليلة ثلاثة أيام. ستستعمل 24 ساعة. ومثل ما رأيته عندنا بعد نهار وثمان ساعات باقي عليها. ستقريبا نهارين ونوص تقريبا ثلاثة أيام بيمشوا مضبوط حتى تستعملوا مع الساعة. يمكنكم تغيروا كمان المسكات التي تكون لديها. حالفها لها الساعة حتى تشتغل مع اي تليفون لاندرويد وخاصة تليفونات ابل كمان. اللي بيعجبني فيها انه ما لازم نستعملها مع تليفون سامسونج. رغم انه تمشي منيح مع تليفونات سامسونج. إذا هتستعملوها مع تليفونات مثلا تليفون وون بلس ولا شغلة هيك. لازم تلاثلوا ثلاثة تطبيقات. اللي عندكم الوير وهي اللي بتجي سامسونج وير للتليفون حتى يتحدث مع الساعة. الشغلة تاني كمان لازم نستعملها. انه لازم نستعمل تطبيق سامسونج حتى نشوف الاعلومات تعيثة للساعة. واخر شيء سامسونج إذا بتكن تستعملوا سامسونج باي. معنايته فيكن تستعملوا الساعة لتدفعوا فيها. الفرق فيها لانه هاي دي تطبيق زي فارغتاني عنه للتطبيق الأساسي اللي موجود بتليفونية سامسونج. إذا عندكم كرت موجود بقلب سامسونج باي. لازم تبع التليفون لازم تفوتوه مرة تانية على سامسونج باي تعيثة الساعة. ما بيمشوا مع بعض هذه الشغلة لازم نعرفها. أخيرا توقيت هالله وموجودة تقريبا سعر بيبلش تقريبا ب 399 دولار. توصل لتقريبا 500 دولار إذا كنت تشتغل ال LTE مع الحجم الكبير تبعها للساعة. هذه الشغلة بدكم تنتبو عليها وعندهم لونة مثل ما لكركم. الموديل الذي عندي هنا هنا هو البلوتوث من LTE. وموجودة السوداء يعني تقريبا 430 دولار في أمريكا. إذا عم تفكروا تجيبوها من سامسونج هالله. عم بيعطونا إذا عايشين بأمريكا أو شيء. عايشين ببلد بيخلوكم تعملوها. فيكم تبدلوا الساعات القديمة تعيدكم تقدر تجيبوا كردت عليها للساعة جديدة. وإخر شيء هنا كمان بأمريكا باس باي عم بيبيعوهم كمان لها الساعات. وأنا قدرت جيب ساعتي من باس باي هالله. رحت على المحل شتريتها وظهرت يعني موجودة هالله إذا بتكون جيبوها. الأولي تحت قولوا شو رأيكم بها الساعات. هل أنتم بتستعملوا سمارت واتش من أولا سامسونج أو أي شركتين. وهي أي واحدة أنتم بتفضلوها. أما بتفضلوا السمارت الفيتنس تراكتور. وهي دول اللي بيجوا مثلا مثل المي باند فايف. بيكونوا هينين كتير بتستعملوا البطارية بتضاين أجمع على الأوقات. وبس الحلاوي في أنه بقدر بيعطوكم ستاب كاونتر والسليب معنومات. بس ما بتحبوه الشغلات تعيته السمارت واتش. هاي دي بتشتغل كتير منيح. الصوت طبعا كمان منيح. بنقدر نحط عليها موسيقى، صور. كنا نعمل مكالمات عبرها. عمنا ميكروفون والسماعة. كل هالشغلات تتمش منيح. إن شاء الله بعملكم فيديو المراجعة تعيتها قريبا كتير. هاي دي بس خبرتي بعد استعمالها تقريبا أول 24 ساعة. شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا اشتراك على القناة. يلا شوفكم إن شاء الله بالفيديو جديد.